نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلبا على مؤشرات الاقتصاد المصري وبالتواصل مع البنك المركزي المصري أكد الأخير أن لجنة السياسة النقضية للبنك المركزي المصري ترى أن أسعار العائد الأساسية متصقة مع مستهدفات معدل التضخم ويحرص البنك المركزي المصري دائما على التوازن بين دعم الاقتصاد وبين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة حيث أثبت الاقتصاد المصري قوته وصلابته وقدرته على التحمل الصحيح في ظل انتشار جائحة كورونا استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019-2020 و3.3% خلال العام المالي 2020-2021 وتعد مصر من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية ترجمة نانسي قنقر